إن كابتن حسام احتمال يضم كريم فؤاد لعب النادي الأهلي ولكن النهاردة بصراحة كان يعني اختيار غير متوقع إن عمر كمال مش عشان عمر كمال وحش بللي عمر كمال لعب ممايز جدا وبيلعب الحتة لي وبيشتغل فيها كويس بس كان فيه قبل كده يعني بعض الخلافات ما بين كابتن حسام وعمر كمال عبدالواحد في النادي المصري لما كان كابتن حسام بيلعب مسك النادي المصري وكان عمر بيلعب في النادي المصري فأنا ما توقعتش إن بصراحة كابتن حسام يختار عمر كمال عبدالواحد ولكن دي حاجة إيجابية جدا إن كابتن حسام حسن يعني بيفكر في مصلحة المنتخد مش بيفكر بقى إن مثلا كان عمر قبل كده تصريحات مش عارف إيه هاجمه أو كان فيه شوية خلافات لكن ضمه دي معناها إن كابتن حسام دي حاجة إيجابية جدا بصراحة إن كابتن فاتح الباب لكل الناس لكل اللعيبة إن هي تكون موجودة ما فيش أي حاجة هو بيفكر فيها غير مصلحة المنتخد فأنا بصراحة بحيي كابتن حسام حسن على اختيار العمر لأن أنا حتى الفترة اللي فاتت كنت بتكلم على موضوع عمر كمال عبدالواحد وعمر جابر قلت لا يعني مش هيضم ده ولا ده أنا عارف إن فيه يعني رواصب كده لكن النهاردة فوجئنا كلنا ولقينا إن كابتن حسام فعلا ضم عمر كمال عبدالواحد إن هو بعد إصابة فتوح فدي حاجة إزاي ما قلت لكم حاجة كويسة جدا إن كابتن حسام بيفكر في مصلحة المنتخب فقط بعيدا بقى عن أي خلافات شخصية أو أي حاجة ويعني واضح من خلال المعسكر بصراحة إن جهاز الفني بقيادة كابتن حسام وكابتن إبراهيم فاتحين إيديهم لكل الناس شوفنا استقبال محمد صلاح كان استقبال مميز جدا في معسكر المنتخب الجو داخل أنا بسأل كل يوم كده الأخبار المعسكر إيه بيقولوا لي لا المعسكر جميل جدا الناس مركزة الناس هادية المعسكر نموذجي الناس مركزة في مطش بوركينة الناس كلها عايزة تكسب وتفرح الجميلة المصرية التدريبات ماشية بشكل كويس الكل بيجتهد في التدريبات عشان يبقى عنده فرصة في المشاركة فانضمام عمر كمال عبدالواحد إلى صفوف المنتخب بس مش عارفين بقى هل عمر هيلعب المباراة يبدأ المباراة ولا لا بس أدام كابتن حسام اختاره ده معناه أن عمر عنده فرصة كبيرة جدا أنه يبدأ المباراة عنده فرصة كبيرة جدا أنه يبدأ المباراة بس طبعا كابتن حسام هيشوف حالته أن عمر برضو الفترة اللي فاتت ما كانش مقيد مع النادي الأهل في أفريقي فملعبش مطشين بتوء التراجي فنقدر نقول أن يعني بقى له فترة مريح فالمركز ده مش عارف فيه إيه يعني مركز الزهير الأيصر ده عامل صداع لكابتن حسام ولينا كلنا نقول اللعيبة اللي موجودة في المركز ده يا إما مصابة يا إما موقوفة يا إما ما كانتش بتلعب الفترة اللي فاتت فخلينا نشوفه برضو ممكن نتكلم في نقطة المفضلة ما بين عمر كمال عبدالواحد وما بين كريم فؤاد طب الناس بتقول ما كريم فؤاد لعب مع الأهل المطشين اللي فاتت مع التراجي طب ليه ما جابش كريم فؤاد وجاب عمر كمال عبدالواحد أنا شايف أن عنصر الخبرة عنصر الخبرة لصالح عمر كمال عبدالواحد أن عمر بقاله سنتين ثلاثة موجود في المنتخب كان موجود مع مستر كيروش قبل كده ومستر فيتوريا برضو ضمه في بعض الفترات فعمر وعمر لعب بطولة أمم أفريقيا مع مستر كيروش فعنده خبرات عمر عنده خبرات ولعب مطشات تقيلة مع المنتخب فيقدر يعني يكون عنده خبرات لما يواجه منتخب بوركينا فاسو أكتر من كريم فؤاد شوية كريم ما لعبش منتخب مصر خالص الفترة اللي فاتت فده سبب أعتقد اختيار أو تفضيل كابتن حسام حسن لعمر كمال عبدالواحد على كريم فؤاد وكده بانضمام عمر كمال عبدالواحد بقى النادي الأهلي ضم 11 لعب في صفوف منتخب مصر الأهلي عنده 11 لعيب في صفوف منتخب مصر الأول وعنده بيرسي تاو منتخب جنوب أفريقيا عنده أليو ديانج منتخب مالي عنده وسامة بوعالي منتخب فلسطين عنده بعض اللعيبة كمان الشباب أو لعبة المنتخب الأولمبي زي كريم الدبيس وحمزة علاء يعني عنده عدد كبير جدا لنادي الأهلي ما شاء الله اللعيبة منضمة للمنتخبات المختلفة منهم 11 لعيب منضمين لمنتخب مصر لو عمر كمال عبدالواحد لعب مباراة مصر وبركي نفاس وبدأ المباراة هنلاقي نص ملعب وخطة فاعة منتخب مصر كله لنادي الأهلي يعني لو كلمنا على محمد الشناوي أو مصطفى شبير في حراسة المار أهلي لو كلمنا على محمد هاني عمر كمال عبدالواحد ناحية الشمال رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم الخامسة دول بإحراسة المرمى والدفاع أهلي في نص الملعب ماراة عاطية ولو لعب أكرم توفيق جنب ماراة عاطية مع إمام عشور حيبقى فريق النادي الأهلي معادة بقى الناحية الهجومية هو لعب النادي الأهلي السابق بس هو لعب في ترابزون سبور التركي ومحمد صلاح ليفاربول ومصطفى محمد مهاجم طبعا نانت الفرنسي في أحمد نبيل كوكا بس أحمد نبيل كوكا مش هيبدأ المباراة لو بدأ بقى ناحية الشمال يعني معظم فريق النادي الأهلي هيكون هوا بس احنا مش بنفكر أهلي وزمالك وبيراملز ومحترفين جابت الحسام أكيد بيشوف الأفضل التشكيل الأفضل والأنسب لمواجهة منتخب بوركينا فاسد ترجمة نانسي قنقر